موسيقى الاخوة الاخوات القديسية في المسيح اهلا ومرحبا معكم في حلقة جديدة لسه بنكلم في مكمل موضوع سر الاطراف النهاردة ايه الحلقة الثالثة عبارة عن سر الاطراف في العهد الجديد دي الحلقة الثانية شونا حلقة قبل كده هنتكلم النهاردة في حلقة ثانية قبل ما ابتد الحلقة بنعمة الربي بقول كان كتير سأل ازاي بقى لاقي سهولة ان انا لاقي حلقة على القناة بسرعة فيه في القناة هتلاقي حاجة اسمها بلايليست لو دخلت على البلايليست دي هتلاقي فيه تقسيمة البلايليست ما كنت متقسيمة بالموضوعات فحيبقى سهل انك انت تلاقيها علما بان بعض الحلقات احيانا بكون تقع تحت اكتر من مجموعة فبرضه عدا حيسهل انك انت تلاقيها اضرب مثل صغير يعني مثلا انا هنتكلم دلوقتي على سر الاطراف انا عمل بلايليست اسمها السر الاطراف هتلاقي الحلقة بتاع السر الاطراف موجودة تحت سر الاطراف او هتلاقيها برضو تحت البلايليست بتاعت ايه لما بقول اه تقوس وعقائد لانها تخش تحت العقائد ايضا ماشي كده تخش عن نقطة اللي بعدها بعض الناس تقعدين بيقولك الادانة ومش الادانة هم طبعا غلابة مش عارفين ايه معنى الدينونة والادانة يعني لكن على كل حال عايز اقول حاجة سريعة كده قالها واحد اسمه لدرجة محترم قوي يعني هو تنايح من حوالي سنتين رحل للمجد من حوالي سنتين شخصية لطيفة قوي المهم يعني قال حاجة جميلة قال ان الله فعلا على مضوع الادانة ده يعني ان الله فعلا بيكره الخطيئة ويحب الخاطئ جميل ولكن الحقيقة اللي حيروحه جهنم مش الخطيئة اللي حيروحه جهنم الخاطئ فلازم انك انت توعي لازم تبقى فاهم كده ربنا ابي يحبه لكن اذا ما دهبش يعني سوري مصيره يعني في البحيرة متقدة بالنار والكبريت في مقولة تانية نحن لا نهاجم شخصا ولكن نهاجم فكرا دي مقولة لا معنى لها على الاطلاق واطلاقها برضو معلم الاجيال معرفش وكده من حد تاني ولا لا كان يقولها كتير اوي لما يجي انتخذ يعني من كانوا يعرضونه او يخالفونه في الفكر لكن الحقيقة انت ما تقدرش تفصل ما بين الشخص وما بين الفكر اللي هو نابع من عقل الشخص او على اقل بيتبناه يعني حتى لو مش نابع منه فما تقول شي دينونا مش دينونا لانه ينبغي ان يقال على النور نور وعلى الظلام ظلام علشان توعية الناس لكن لما تغلفها او زي ما اخت قال للتعليق في الحلقة اللي فاتت يعني لازم تسمع الامور بمسمياتها الصحيحة عشان الناس تبقى وعية لكن لما بتغلفها ممكن الحقيقة يضلوا او يعني توهوا عن المعنى بالظبط كده كنت عايز اقول حاجة اخيرة ضحايا الدين اكثر من ضحايا الادمان بكل انواعه يعني عايز اقول ضحايا الدين شيطان الدين وارباط الدين ما تشوفهم لو شوف بقى ضحايا الادمان بكل انواع وادمان الخجحل والمخدرات اللي مؤخزة والامور اللي لا اخلاقية لو جمعت دولها بعض هتلاقي ضحايا الدين اكتر وادماغيتهم اصعب واخراج شيطان من جسد شخص حقيقي اسهل بكثير جدا من انك انت تطلع الشيطان بتاع الدين من دماغ واحد يوعد يقول لك انا خدت كده طلعت كده هو كده احنا اجدع اه فئة من الناس نكمل معلش بس كان في حبة حاجات لازم ألحقها نكمل النهاردة انا قبل ما اخش في موضوع النهاردة في صلبة وفي حتة قلتها المرة اللي فاتت وعدت عليها بسرعة يعني قلتها بس عايز عب عليها أكتر فوضع الله اناسا في الكنيسة اولا رسلا ثانين انبياء ثالثا معلمين ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء اعوان تدبير انواع السنة وبرضو في موجود في افا دي موجودة في كرنسوس الاولى اتناشر في افاسوس اربعة برضو مكتوب وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين ومعلمين والبعض رعاة يعني فقلت في الحلقة اللي السابقة مفيش في القائمة كلمة كهنة فجاب كاتب الكتاب بتاع اسمه ايه ده سنوات مع ايميلات الناس في موضوع سر الاعتراف اللي احنا مسكين دولئتي بيقولك بقى ان الكهنة همره خلفاء الرسل طيب لو افترضنا طبعا ده غلط تماما ده تدليس يعني عشان تبقى من الاخر كده لو قلنا كده طيب ومن هم خلفاء هتقولك طب المعلمين فضلوا زي ما هم طب ليه ما رهمش خلفاء بيقولك رسلا ثانيا انبياء وقبل ما عد على المعلمين طب فين الانبياء اخوة طب وملهمش خلفاء ليه لان الكنيسة القبطية الارزكسية لا تؤمن في العهد الجديد ان في انبياء مع ان في سفر الاعمال كان في انبياء تلاقي في اعمال تلاتاشر تقولك كان فيه في كنيسة انطاكي انبياء وفي لبس المبشر تلاقي كان عنده برضو اربع بنات عزرة كنا تنبأنا وفي واحد اسمه اغابوس اللي اخذ منطقة بوليس ويرابطة ردياي ايديه نفسه ورجله وقال هكذا يقوله الرؤى قدس عن الشخص الذي له هزي المنطقة سيربطه لابد هكذا في اورشلين ففيه انبياء في الغاية النهاردة طبعا مش بتنبأوا الاحداث هتحصل خاصة بالمجيء التاني مثلا المضوع قلصان يعني او ده يعني تكفل بالغاية سفر رؤية لكن ممكن بيتنبأوا على اشخاص على احداث هتحصل المهم عايز اقولي في الحتة دي هم بيقولوا مفيش انبياء طب من خلفائهم ولا راح يوم راجعوش من همش خلفاء طب اشمعنى بقى الرسل لهم خلفاء انا عايز بس افندلك الكزبة ماشي كده طب لو يدول خلفاء طب فين خلفاء اصحاب القوات مفيش خلفاء فين اصحاب المواهب مفيش اصحاب مواهب فالقصة كلها كذب ده اللي نغارد دي اوعهولك وبالتالي عايز اقولك بقى حاجة كده جميلة اللي يجزب عليك في الانجيل قل له اذهب عني يا شيطان لانك لا تهتم فيما لله لكن ايه فيما للناس في حلقة بازن الله هنعملها عن سلطان الحل والربط الوحدها كده يعني عشان في كزا رأي فيها وانا نزلت لكن عايز اعمال الحلقة دي بقى سهلة شوف بقى مين من الاباء الاولين للكلام دوت الحاجة التانية اللي عايز اقوله حتى دي يبقى حتى كده خلصنا حكاية ايه الكهنة هم خلفاء الرسل كلام كذب لو كهنة خلفاء الرسل كان يبقى نبغى ان يكون خلفاء ايضا للانبياء وخلفاء لاصحاب القوات والمواهب لكن مفيش فلو يقولك دي كانت خصب زمن الرسل اذا ايضا الرسل خصب زمن الرسل ماشي كده خدت وقت كتير انا نخش على بقى موضوع ايه اه تفسير مفاتيح ملكوت السماوات ماشي كده طيب نقرأ الاول مع بعض مع بعض الحتة دي على الشاشة سر الاتراب في العهد الجديد يقولك تسليم سلطان الحل والمغفرة للتلاميذ والرب جالي ومواضح في العهد الجديد وقال رب البطرس وقال لك وكرر الرب هذا الوعد للتلاميذ وراح قيل متى 18 بعد قيل متى 16 وكرر الرب الوعد ايضا بعد قيامته ونفخ وقال لهم قبل الروح القدس والحكاية دي الحقيقة هنا ما كررش ده هنا كذب لان السياق الحديث في متى 16 ومتى 18 عن حاجة دانية خالص عن حل خلافات بين بيقوله ازا اقطع لك اخوه ازا بعاتبك بينه وبينه اما نفخد الروح القدس فكانت خاصة بالارسالية وده عن كلها بالتفصيل لانهم كما ارسل النقاب ارسلكم من غفرتم لهم خطاياهم اذا سياق الحديث هنا غير سياق الحديث هنا الموضوع هنا غير موضوع هنا زي ما حنشوف دلوقتي وبالتالي لما يقولك وكرر وكرر هو حاجة الحقيقة هو بيكذب وبيكذب يقولك كرر وكرر لا عبيب قلبي ما تكررش وكررش انت اللي بتكذب وبتكذب انك بتاخد دي وتلفقها وتقلوازها على دي ماشي كده اه ايه بقى موضوع مفاتيح ملكوت السموات اللي قاله الرب البطرس وكان له بطرس واحده موضوع مكوت السموات الحقيقة ما ممكن يكون فيه تفسيرين فانا حاولي الطفسير الاكثر شيوعا اه 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 اولا مش يداله المفاتيح وبقى هو ما用ه مفاتيح ام اصبح دلوقتي اه كل حاجة في دين بطرس أو دين الكنيسة كما يقولوا زي ما حوضح في الفيديو بنعمة الرب اللي هعمله عن سلطان الحل والراد لكن مبدئيا مفاتيح ملكوت السموات معظم الشرح قالوا كما يلي قالوا ان بطرس ادالوا مفاتيح ملكوت السموات يعني ان يبدأ الخدمة في كل قطاعات الخدمة ايه كانت قطاعات الخدمة كما قالها الرب زمان للرسل قبل ما يحصل يعني حتى حلول روح القدس اللون تكونون اولا الكلام كان الكل يعني تكونون للشهودا ايوة فين بقى في اليهودية دين امرة واحد وبعدين السامرة اتنين تلاتة الى اقصى الارض اللي هي يعني الامم حلو كده هنلاقي ان بطرس هو اللي فعلا ابتدى الخدمات دي ادي معنى اوطيك ما فتح ملكوت السموات كما ذكره معظم الشرح فحصل اي بقى نلاقي من اول اصحاح يمكن واحد في صفر عمال الرسل مين الممكن نقول المتكلم الرسمي باسم الكنيسة كان بطرس الحقيقة يعني حتى هو اللي فتا في حكاية نختار واحد يحل محلية هوزة بغض النظر دي كانت يعني صحة ولا مش صحة مش هو دي القضية لكن هو كان صاحب الفكرة هنلاقي برضو وهم طلعين في يعني في صحاحة تلاتة او في صحاحة اتنين اول وعظة قالها مين بطرس من اللي شرح ايه حلول اللي روح القدس اللي حصل ده بطرس صحاحة ثلاثة وصحاحة اربعة نلاقي مثلا نما ابتدى حصلت معجزات بتاعة المقعد باب الهيكل وبداية الكرازة كان مين الزعيم كان بطرس وان كان بقى معا يحنى بس كان هو يعني المتقدم في الكلام حلو كده فدي كده الكرازة ليه اليهوديا نخش عليه بعدها طب السامرة اللي حصل فيه عمل تمانية هنلاقي في اللي رحل اكشوالي بص بشر السامرة كان في لقبس لكن لم يحل عليهم الروح القدس لكن كان لازم يحل عشان عشان ما تتفصدش الكنيستين عن بعض لان السامريين ما بيحبوش اليهود كانوا هيستقلوا لو فضلوا لو في لقبس خلص الموضوع لوحده كان ممكن تبقى كنيسة مستقلة غير كنيسة اليهودية فعشان كده ربنا سمح ان ما يحلش الروح القدس على اللي في السامرة الا لم يروح بقى بطرس ويحنى هم صلوا حل الروح القدس بقى كنيسة واحدة يبقى فتح الكرازة لمين هنا لسه مرة تروح في يوحن في اعمال عشرة فتح الكرازة للامم وان كان بعد كده بوليس كان هو الزعيم في الحتة دي لكن كان لسه يعني بوليس كان لسه مختفي ما ظهرش او ما خدش الارسالية من ربنا ان هو بقى يعدي البحار يروح اوبرسيز وكده لكن اللي فتح للامم وكان لازم برضه يكون مين بطرس وإلا برضه لو كان بوليس اللي ابتدى وخلص كانت بقى الكنيسة دي مختلف عن الكنيسة دي فكان المفتاح او يعني اللي هو لما راح ببشر وهو ببشر حل الروح الخدس على كورنيليوس اللي هو بكورة الامم يعني فيبقى حصل ايه لوقتي ادي بولي بطرس كده هو كان يعني متقدم في الكرازة في اليهودية متقدم في الكرازة او هو يعني كان لازم هو يتدخل في كرازة للمين اللي بتوع السامرة او يعني يختم على ايمانهم وينضموا على الكنيسة زائد برضه كرازة للامم ادي معنى معظم الشرح قالوا الحتة دي كده ماشي كده اه طيب هل بقى نخش بقى في الحتة التانية اللي هو التفان عليها عايزين بقى نشرح من غفرتم خطاياه غفرت ومن امس اكتموها ومشكت بتاعت يوحنى عشرين ايه حكاية ديت يعني عادي احنا نشوف احنا اولا وانا دي ما لهاش دعوة بمت ستاشر وتمنتاشر ده كانت قصة ودي قصة دي كانت في ادارة كنيسة ومشاكلها دي هنا عشان خاطر الكرازة ناخد يعني اه حبة حاجات كده من العهد الجديد عندما غفر الرب للساميرية في يوحنى اربعة وللمرأة الخطيئة في لقى سبعة وللمفلوجة الذي حمله اربع اصدقاء مثلا هل قال لهم روحوا للكاهن عشان تاخد منهم حل ولا ربنا هو اللي غفر مباشرة المسيح الحقيقة المسيح اللي غفر مباشرة اثنين قال الرب للابرس اذهب اري نفسك للكاهن وقدم عن تطييرك ما امر به موسى شهادة لهم بينما لم يقل للخاطئ اذهب للكاهن واعترف هذا يؤكد اكذوبة ان السر الاعتراف كان في العهد القديم زي ما شفنا في اول حلقة بحسب كتابه هو يعني ايه طب ليه قال للابرس لان كان الابرس لازم يقدم زبيحة عن تطييره ولازم الكاهن هو اللي يديله الاوكي انه هو خف فكان لازم الابرس يروح لكن الخطاء لما المسيح غفر لهم ما قال لهمش يروحوا للكاهن عشان تعترفوله يبقى اذا ما كانش في حاجة اسمها سر الاعتراف او الكاهن لدخل لموضوع يعني خطايا الناس اكتر من يقدم زبيحة نمرة ثلاثة عندما عاد الابن تضلق به وقاب له وفرح به هل طلب منه يذهب لعترفه ويقعد الحل ولا على طول الاب بقبله وعمل الفرح الكبير واشترك في الوليمة خمسة لا نجد اي اسرار في الكتابات حتى المنسوبة زورا للرسل والتي يؤمنون بها وعلى سبيل المثال لان اهمهم يعني الدداخي والدسقلية هل شوفنا اسرار كما ما فيه سر اصلا وطبعا وارتع عموما هنشرح الحكاية دي هنشرح بقى هنا كيف فهمت الكنوسة الاولى ومارستها في الكتاب كما سرخ وقلنا مرارا وتكرارا لا يوجد اي شيء نهائيا كان للرسل دون باقي المؤمنين فكل ما قاله الرب للرسل بمفردهم بمفردهم او معهم اخرين انما كان يقوله لهم كجماعة المؤمنين الكنيسة في ذلك الوقت وليس بصفاتهم الخاصة هنضرب مسالين انا ممكن احطه الى العشرين نسأل هنضرب مسالين بس مهمين اوي عندما قام الرب بممارسة العشاء الاخير كان مع الرسل بس هل بقى العشاء الاخير يمارسه الرسل بس وبتاع الكنيسة وخلفائهم من بعدهم ولا الكنيسة كلها طبعا الكنيسة كلها طب ولما الرب قال للتلاميذ كانوا الرسل بس ساعتها في يوحن الاربعتاشر ده بعد غسيل الرجلين والعشاء والكلام ده كله قال وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي ايضا وأخذكم حيث أكون أنا تكونوا أنا أنتم ايضا هل الكلام ده يخص الرسل بس وخلفائهم من بعدهم يا اخوة ولا ده يخص الكنيسة كلها يعني مسيح اللي وقت راح يعدي مكان لمين ليوم ما بس طيب مشكري يبقى احنا ننتظر مسيحا آخر بعد ماشي كده كفاءة مثلا دولك أدلة قاطعة يعني مانعة في هذا الموضوع اللي يضحك عليك يا أخي أختي في الإنجيل يقول قل له اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك لا تهتمي بما لله لكن بما للناس طيب أول بقى ممارسة في سفر أعمال الرسل الموضوع بقى ايه من غفرت منهم خطيرهم وغفرت ومن أمسكتم وعليهم أمسكت نخلص من هذا الأول أن عبارة من غفرتهم خطيئة توفر ومن أمسكت خطيئة أمسكت إنما هي لكل المؤمنين فمعناها وكيف مورست مورست كما يلي فلما سامعوا نقصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ما هو بقى اللي هو يعني كان المتكلم الرسمي ولساء الرسل ماذا نصنع أخوة كلام ده في أعمال اتنين فقال لهم بطرس توبوا جميل وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح أيوة لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس هذه معنى من غفرتهم لهم خطايا يعني من أعلنتم لهم أن خطايا غفرت في دم المسيح تغفر لهم لو قبلوا المسيح وفي نفس الوقت بتعلن له أن لو ما بلدش المسيح فخطيئتكم باقية حتى المرة كان المسيح كان بتكلم مش فاكر في وحنة كان وقال إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم ومرة ثانية بيقول أنا هو الطريق مش طريق الطريق الوحيد يعني والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي طب وغير كده غير كده مش حيوصل أعمل حيصل له إيه حياة لك طبعا نقول بقى أي أن بطرس أعلن الذين نفس في قلوبهم أن يتوبوا ولم يقل لهم أن يعترفوا له بخطاياهم فينالون الحل من فمه الطاهر ويعتمدوا على اسم يسوع كلمة يعتمدوا على اسم يسوع يعني يعلنوا علانية قبولهم باليسوع مخلصا وفاديا فينالون غفران الخطايا وبالطبع إن لم يفعلوا ذلك فخطيطهم باقية إذن معنى الآية أن الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين تعلن للناس أن غفران الخطيئة هو بالإيمان بالمسيح وعدم الإيمان به تظل الخطيئة قائمة وغير مغفورة اثنين عندما ذهب بورترس لتفشير كورنليوس أعمال عشرة أعلن نفس الإعلان علانية ولم يقل اعترفوا لي بخطاياكم لتنالوا الحل والغفران من الله بفمه فماذا قال وأوصانا ده بورترس بتكلم لكورنليوس والجماعة اللي كانت قاعدة مع رايبه وأوصانا أنك رز الشعب ونشهد بأن هذا هو المعين ما فيش غيره من الله ديانا للأحياء والأموات يعني ربنا بقى المسيح لس هو اللي ديانا للأحياء والأموات طب اللي برد الحتة دي هيتسوح وله يشهد جميع الأنبياء قال بقى أن كل الأنبياء اللي جم قبل كده يشهد له جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا يعني هي سكة وحدة الإيمان بالمسيح هو غفران الخطايا فالإعلان كما فيه موتروس وما رأسه هو أن يكرز الشعب بأن يسوع هو الديان وأن من يؤمن به ينال غفران الخطايا ولم يطلب منهم أن يعترفوا له بخطاياهم فيصل لهم صلاة التحليل فيناله الغفران من الله بفمه الطهر كما يدعون وعلى فكرة بقى هذا ما نعلنه عندما نبشر غير المؤمنين فما الذي يميز المسيحية عن بقى الديانات أو الفلسفات الإيمانية الأخرى هو أن الخلاص ليس بأعمال الإنسان ولا بزيارة أماكن مقدسة ولا معرفش يعني يمارس تقوص معانا وحاجات يرددها عدد معانا من المرات والحصة دي كلها ولكن بالإيمان بفداء كفارة المسيح وبدون ذلك فلا غفران خطياتكم باقية الحاجات دي واضحة أوى على فكرة في رسالة روميا بالذات لو أريد صح واحد واثنين وثلاثة كفا عليك دول اللي هو تتحقق من الحتة دي إن الأمم محتاجين في داء ومش هيوصلوا واليهود بالنموس برضو والعمال النموس مش هيوصلوا وفي صحة ثلاثة إن إن لا خلاص للأمم ولا خلاص لليهود إلا بدم المسيح طيب وغير كده ولا لازمة يستحيل بعد كده بقى إيه برضو من باب اللي الحقائق والحاجات السخيفة يعني لما قال لك إيه نبست مع بعض على الشاشة وفي العهد الجديد مارسوا الاعتراف الخطيئة وكان كثيرون من الذين أمنوا يأتوا مقررين ومخبيرين أبا فعالهم وبعدين احنا كلمنا في دي المرة اللي فاتت ولكن قال إيه اعترفوا بعضكم خد بالك من التزوير على بعض بالزلات ده كتاب اللهوط المقارن صفحة 132 وبقول لك أما الطائف البرتستانتية في العطاعة التحب تعتقد بالاعتراف ولا تدخله ضمن انطاقة التوبة طبعا برضو بيجذب هم يعني لا يدخلوه في في الاعتراف لأنه ما عندهمش سر الاعتراف لكن ما بيقولوش إنك إنت ما تعترفش من ضمن التوبة بيقولك لأ لازم تعترف طبعا ده جزء من التوبة لك لهم شغل الكذب يعني أنا بس كنت عايزة أقول في الاول قبل مغش في الشرح بتاع الاية إنه هو أصلا مزور الاية في الكتاب بتاعه هو طبعا في حيات التانية اعترف بعضكم على بعض الزلات لكن لما جيبها اجرحها قال لك اعترف بعضكم على بعض لأن يعني كنت شرحتي قبل كده لأنه هو بيقول لك احنا بنعترف لله على الكاهن هم فالشان غير في الاية هو أقول لها تاني اللي يضحك عليه كده ويغير ويزور ده شغل الحية القديمة تقول له اذهب عني يا شيطان أنت معسرة لي لأنك لا تتم بما لله بما للناس نشوف بقى حكاية اعترفوا بعضكم على بعض الزلات الرد طب وماذا عن باقي الاية ما هي بتقول لك اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض هو بقول لك اعترفوا بعضكم لبعض البعض الاولانية هم الشعب والبعض التاني الكهنة منتهى الخبس واللؤم إيه اللي قال لك ان الاولانية يقصوا بها الشعب والتاني الكهنة ولو ختب نفس الفكرة دي بقى خش بقى على النصف التاني الكلمتين اللي بعدهم طب وصلوا بعضكم لأجل بعض يعني الشعب يصال من اجل الكهنة يعني فيها كلاما هكذا دي الماء ما تطلعش في العالي يعني ما نقدرش يقول لأسيس الكاهن من بتوع البعلد والماء ما نفعش لان اقول له الله يباركك ولا هو يقول له الاسقوب الله يباركك ولا الاسقوب يقول له ايه لا ده انا اللي اقول كده في حاجات اهم من كده ايه المهم طب وليما انا مهاش سر برضو يبقى سر بالصلاة المعرفش ايه ماشي اتنين احنا عرضنا سورة التصوير قردي تلاتة لو الكتاب يقول هذه هي وصياتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم يبقى الكلام ده بقى يعني الناس تحب الكهنة ما هو بعضكم بعضا دي برضو زي يعترفوا بعضكم لبعض فالكتاب على فكرة لو جاء عملت سرش على كلمة بعضكم بعضا دي في الكتاب المقدس في العائد الجديد هتلاقيها تقريبا ممكن اكثر من تلاتين او اربعين مرة كمان هتلاقي هيصة فكلمة بعضا دي موجودة كتير او في الكتاب فاحنا عنا اخد منها كام نموزة يعني فهذه هي وصياتي ان تحبوا بعضكم بعضا المزيح لما قالها يقصد يعني الشعب يحب الكهنة لا طبعا يقصد ان كلنا كجماعة مؤمنين بنحب بعضنا طيب لم يقول سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة وهدي بقى فيها افشل هنا هل برضو الشعب بيقول عندي اقول الكهنة للكاهنة؟ وتفيدين اللي مخدين منها المرض المصرحية الهزالية اللي بيسموه عدس لما الشاموس يقول ايه او ايه قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة عارف التأس بيقول ايه باو لك الشاموس يقبلوا بعضهم بعضا ماشي وأيه الرجال يقبلون بعضهم بعضا ماشي والستات يقبلون بعضهم بعضا ماشي اسمع اللي بعدها بقى وقال لك والكهنة يقبلون بعضهم بعضا يعني ايه بقى يعني ما نفعش ان الشعب يروح يقبل الكهنة في القداس معين هم بيقولوا كده يعني هنا بيقول لك سلموا مع بعضكم على بعض وقبلوا مع القداسة كان الكنيسة ساعت لو قلنا ان هي الشعب للكهنة في الطقس ما بينفعش يعني الشمامسة بيقبلوا بعض ما يقبلوش الكهنة لكن لو في كهنة يعني بيقبلوا بعضهم ما بيقبلوش الشمامسة. لو خدت بالك. يعني حضرت فيه ثلاث كهنة. فيه كاهن بيصلي. وفيه اتنين ما بيصليوش لسا يعني من انتظرين بياخدوا الدور بعدين. دول يعني قبلوا بعض سوريا قبلوا بعض كده بالهد. الشمامسة بيعملوا نفس الحكاية. ماشي? آآ الكاهن اللي بيصلي مجايزة بصوقة منهم كده. والشعب زي ما انتم فاهمين. فايزا الكلام اللي موجود في الكتهب. هم مش مصطبقينه صح. يبقى بيكذبوا. مش كده اللي بيعملوا. بيقول لها بيقول بها حسبها اللي جاية. نمر الخامسة. واعتقل حنكتفي بديه يعني. بيقول ايه بقى? لا تكذبوا بعضكم على بعض. از خلعت من الانسان العطيق مع عمالي كلوسي تلاتة تسعة. هنا برضو بيقول لا تكذبوا بعضكم على بعض. يعني الشعب ما اكذبش على الكهنة. فعرضة بص يا اخي اخي او بص بص يا اختي. الحقيقة لو انت يعني متأسف في التعبير اللي حقوله. ان الاية دي انت نفسك مش قادر تستوعبها. يبقى عندك الحقيقة مشكلة في يعني اقولي بس في القدرة على يعني فهم النصوص ببساطة يعني. فما ما يدهكش عليك منهم. ما يدهكش عليك منهم. نخش على الحتة اللي بعدها. خل بقى اية ايه? ايه? انا اعترفنا بخطيانة فهو امين وعادل. حكي اغفر. لانا خطيانة وتهرم كل بصراحة انت شايفة حاجة غير كده? ان اعترفنا ها? فهو امين وعادل. واعترفنا مين? بصراحة انا يعني عيب قوي ان انا ضيع وقت في شرح الاية دي. على كل حال. عشان اريحك بسرعة بالجملة كده يعني. الرد على اية تاني السباقتين. ولا واحد من اباء الكنيسة في التلت قرون الاولى فسر هذه الاية على انها ايه? سر الاعتراف. ليه بقى? لان خرافة سر الاعتراف او الاسرار بصفة عامة. التالت في القرنة الاثناشر وده حيبقى موضوع الحلقة الجاية بنعمة ربنا اللي هو تاريخ ظهور سر الاعتراف. ماشي كده? بيجي بقى ويقولك ايه? ان بوتروس حرم ربط وحرم ربط وحل سيمون الساحر وبوليس ربط وحل خاطئ كورونسوس. الاول اللي هبتدي بحكاية خاطئ كورونسوس. فماذا قال ابوليس في المضوع ده? بيقول موجودة دي في كورونسوس الاولى خمسة. يسمع مطلقا ان بينكم زنا وزنا كهذا لو يسمى بين الامم. حتى ان تكون للانسان امرأة ابيه. فانتو منتفخون وبالحريه لم تنوحوا. حتى يرفع من وسطيكم الذي فعل هذا الفعل. يبقى مبدئيا بيلوم الكنيسة انها مخدتش قرار وعزلت الشخص ده. كجامعة مؤمنين. لان هم بعتوله بيقولوله هو سيمة انها حصل كذا. فبقلهم او بيقولوله او بيقولوله عندنا كيس كذا نعمل في الحالة كذا. فلهم انتو ده انتو مفروض خدتون انتو القرار. خد بعك من الحال تانيان. فبقول ده ده انتو منتخفقون وبالحريه لم تنوحوا حتى يرفع من وسطيكم الذي فعل هذا الفعل. يبقى ازا كان بيلومهم ان هو ماخدوش القرار. فاني فاني انا كاني غائب بالجسد. ولكن حاضر بالروح. قد حكمت. هل حكم لوحدة واقع? كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. باسم ربنا يسوع المسيح. اسمع اللي بعدها. از انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. ان يسلم هذا للشيطان الى اخرين. ازا بس اعزوا لما جواه يتم عزل هذا الشخص. او. يتم توقيع قوة ما. اللي هي كانت العزل. يعني مش حياتي. مش حياتي الجمهية يعني. قال ايه? الاول لام الكنيسة ان هي ما عملتش كده وبانتظرين لما ياخدوا منه هو الرأي. بس طبعا كانت الخيرهم ما كانوش عارفين. حابوا يستشيرو يعني. لكن هو لما اتكلم قال ايه بقى? باسم ربنا يسوع المسيح. از انتم وروحي مجتمعون. شوف يعني ايضا ايه? فاهم ان القرار مش قراره الفردي. ما قالش ايوة كل جايس انت يقول لي انا حكمت في كذا. لا. بالعكس. لم هم ان انتم عملتوش مع عزلتهوش. نمرة اتنين. قال لهم انا بقى احاولوكم باسم ربنا وقال لهم كأنا كأني حاضر معاكم لان كمفود كنتوا تعملوا كده. ولكن قال ايه? ان احنا كجماعة مع بعض. ايه? نرى هنا بوليس لم يستصدر بقى ايه? القرار بمفرده كأنه صاحب سلطان والهيسة دي كله. لكن كان مفروض انت عملتوها لكن هم ان نعملها سوى. بالنسبة بموضوع بطرس وحرمان بطرس الساحر ثم حلق. نقراها. ولما رأى سيمون انه بوضع ايد الرسل يؤطى الروح القدس قدم لهم دراهم. قائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس. ايوة قال له هاذا بحرموه? تعالى اتفرج. لتكن فضتك معك للهلاك. لانك ظلمت ان تقتني مهيبة الله بذراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الامر. لان قلبك ليس مستقيمة امام الله. اسمع بقى فتب. ما قالوش تعالى اعترف بقى. من شركة هذا. واطلب. مش لي واطلب الى الله. عسى ان يغفر. مش انا اللي هغفر. عسى ان يغفر لك فكرة قلبك. لاني اراك في مرارة المر ورباط الزلم. يعني رباط الخطيئة ما هو مش ربطوش. فاعجاب يسمونه وقال اطلب انتما الى الرب من اجلي. ما طلبوش من الرب لاجل على فكرة. ما صلوش لاجلوه. لكي لا يأتي علي شر مما ذكرتما. ثم انهما بعدما شهدوا وتكلم بكلمة الرب رجع على القرشلين باشتراها في القرى كثيرة الاستمرين. وعلى فكرة الرجل ده ما تبش. انا قريت في حاجات في التاريخ. ما تبش ورجع تاني لشغل السحر. نقولها تاني. فقال له ايه? فتوب من شر. قاله توب انت. من شرك. واطلب للرب عسى يمكن. انه يغفر لك زنبك. تبعنا لو توبس ايه? آآ يعني بجدية. اللي حصل ما تبش بجدية. وعدين هو قال لهم. اه قال لهم طب صلوه لانتو. ما صلوه لوش. بقال ليوش طب حاضر. فعجاب السيمونه وقال اطلبو انتما لالرب من اجلي. لانهما بيقولوه انت انت تطلب للرب يغفر لك. فهو قال لهم اطلبو من اجل اللي كي لايأت علي من اللي انت قلتوه. هو اتمنوا رجل ساحر فكر ان ايه تعويزها. يعني حجيله مصيبة يعني كده. اللي حصل ما عملوش حاجة. فين? الله خليك في عرضك. فين الحل وفين الرابط? بيكذب عليك يا اخويا. بيكذب عليك يا اختي. اهو? فين الحل وفين الرابط? فين اخويا الحرمان? فين القصة? وعلى فكرة ومن من الاباء الاولين فسروا هذه القصة على انها تحويق حرمان وحل. كلام له معنى على اطلاق. اخيرا. على فكرة لو رحت تقرأ في تفسير الاب اه تدرس عقوب ملت عن القصة دي ولا هتلاقي فيه الكلام اللي معلم من الاجياء الالو ده. كله تدليس وكذب. بعده. واخيرا قال ابوترس او اخيرا بقى ابوترس لم يكون كهنا على فكرة. بقى لرسول ان هو هو يقول كده هو يقول كده. فانو افترضنا جدا ان ابوترس حرم وحل فانو اقول ان هذا السلطان من اختصاص الرسل ولاس من اختصاص الكهنة. المهم اه اه يعني الحكاية باينة قوي. فيعني الموضوع مش محتاج يعني انت شرح اكتر من كده. الكفاية كده. انت انا ربك ما جيوا نتقبل في حلقة جاية عشان نباينين بقى ايه. بعد ما شرحنا من الكتاب نباين بقى نقول له ايه طب تعالى بقى يا عام الرئيس. احنا عارفين امت امت بدأت القصة بتاعة الايه الاسرار. سلام اشتركوا في القناة